مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين اليوم معي لكم فيديو جدا روعة اليوم بعلمكم كيف تعملوا من القشطة تطلعوا منا زبدة وتقدروا تستخدموا اي نوع قشطة او اي نوع كريمة خفق لكن اليوم اني بعلمكم ياها طازق بطازق فرش بفرش كيف تعملوها اني هنا لما اجيب في مصر حليب او لبن زي ما يسمونه لبن ايش اسوي اجيب اغليه لما اغليه تطلع لي قشطة القشطة هذه اقوم اجمعها بالفريزر اخبيها كده اجمعها بالفريزر لما تطلع ليه كمية اخليها تفك من الفريزر كده تدوب شوية بعدين احطها بخلاط او العقان وابدا اخفقها على اعلى سرعة بس اخفقها شوفوا هي تنفصل ترجع لي ايش يرجع لي الزبدة ويرقع لي حليب او مصر اللي يسمونه شوفوا الان كل ما اخفقها كيف تفصل الزبدة زي كده كل ما لا تفصل تفصل هذه الزبدة شوفوا كيف كمية القشطة اللي اطلع كم فيها من الزبدة او من الدهن هذا كله دهن اللي يطلع هذا المتكتل هي عبارة عن الزبدة انتوا تقدروا تقوبوا كريمة تخفق حق الطعام كريمة طبخ الطعام وتخفقوها لا انتوا تخفقوها تخفقوها لما تفصل تفصل الكريمة الزبدة عن الحليب او عن اللبن فشوفوا كيف ما شاء الله هذه كمية الزبدة اللي طلع لي ما شاء الله كمية كرة انتم بتشوفوا الان كيف بحاول اني اخرج من الزبدة كل السوائل طبعا انا الان بستخدم يدي يدي نظيفة الحمد الله انا ما عنديش قفاز انتم تشتو عادي تشتو تلبسوا قفاز وتعملوها هذا الشي راجع لكم بس مرات اذا بتستخدموا قفاز فاستخدموا القفاز اللي يقين من الكيس مصنوع لانه مرات الطعام الربل اللي بالقفاز او البلاستيك اللي بالقفاز مش عارفة من ايش مصنوع اساسا يطلع الطعام الزبدة فيه عرفتوا كيف انتم هو افضل شي انه في اليد تكون وانتم عادي تعملوها بسنونكم تعملوها بيدكم بعيونكم زي ما تحبوا يعادي هذا اني اللي بسويه اني اللي بحكله تمام بعد كده خلاص شوفوا كيف احاول اني اجمع اي حاجة اجمعها واحاول اضغط عليها لما تخرج السوائل بعضهم حطونا يخلوها دي الكرة بماء بارد متلق عشان يخرجوا كل حاجة يعني كل السوائل اللي فيها حاولوا قدر الامكان يطلعوها انا قدر الامكان طلعته بعد كده عادي خلاص تلموها كده زي الكرة وعادي تحفظوها تغلفوها او ممكن تعملوها زي القالب وتحطوها بالفريزر وقت ما تحبوه تستخدموه تقدروا تاكلوه مع المربى بالخبز تقدروا تعملوها بالاكلات كمان تستخدموها بالادامات الهندية واشياء كتيرة انا استخدمها بالادامات الهندية استخدمها مع المربى كده فطار الصباح ادهن فيها الخبز احب مع المربى جدا اللي ديروا صدقوني لما تاكلوا حاجة من شغل يدكم ليه طعم غير بصراحة بقول لكم ليه طعمه ثاني غير اللي نشتريها الزبدة زبدة يعني عملتها من قلبي بقد يعني ان شاء الله تكون هي الطريقة الصحيحة هذا اللي اني شفت فيديوهات يعني وقدرت يعني اني اجمعه وعمليه نفس كده خلاص الان هادي قاهزة بحطي بالفريزر وقت ما احب يعني نقدر ناكله وتقدرت اكلوها الان يعني عادي وهذا اش استخدمته 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 سويت كيكا كيكا كتير حلوة بتشوفني اخر الفيديو عملت منه الكيكا واستخدمت اش الكيكا تستويت صوفت كده وطرية وطعمه جديد هنا شوفوا زوجي قبلي هدية مدري احد عطاه في الدوام يعني هو يعرف اني احب القرابي على قولته فقالي شوفي قبتلك اليوم هدية واني عارفة انه اعطلو هدية في الدوام يعني شكلو وازعو لهم لكن مش مشكلة عادي عادي كلو حلو المهم اللقيت الي دبا نحنا نسميه دبا او بسمونه ترموس هالي تحفظ الماء البارد تحفظ كمان الساخن يعني اقدر اعمل بشاهي اقدر اعمل بماء ساخن اقدر اعمل بماء عصير او اقدر اعمل بماء كمان ماء انا اول شي قربته اشتعرف كم تقلس الماء يعني كم تحفظ الماء البارد اول قربته بالبارد بعد كمان قربته بالساخن بالبارد تحفظ اقل من الساخن يطول فيها الماء الساخن بس بالبارد ليطولش كتير وهنا النعناع المقفف اني بحط لكم فيديو كيف طريقة النعناع المقفف شوفوا كيف طريقة النعناع المقفف اني دايما اقول لكم النعناع المنت المقفف طعمه غير الفرش يجي طعمه اقوى وقلد حتى مع الشاهي اللي بتعملوا شي احمر اقمعوا بين الفرش ورقة النعناع الفرش الطازق وكمان اضفوا له الشاهي ورقة مقفف نعناع مقفف طعمه لذيذ جدا جدا بس والله قلت كده اشارككم كده مقتطفات انتم تحبو دي الاشياء وتحبو القرابيع وهدا دايما تقولوا لي هدا احقق المطبخ مليان حاول انك تنقصي اصبروا علي هذا اول شي يعني كل اللي في اني احتاج واستخدمه بشكل يومي بس لما اترتب لما كده اتنظم شوية اكيد ببدأ ارتب بس شوية كده في اشياء حاجات كده بالبيت وان شاء الله اليوم برويكم كل المطبخ مع دوالي بكيف مرتبة من داخل مع الاشياء بس يعني لسه يعني عادني كمان ما رتبتش ما يعني للان اغير الاماكن يعني من نفسه مرة احط هنا الصحون مرة رقعي في الدولاب الثاني للان يعني عادني ما تاقلمتش على المطبخ تخيلوا ما تنظمتش فيه فهو اهم شي انه نظيف حتى لو فيبو اغراض اهم شي انه نظيف وهنا خليني اقول لكم حاجة هنا في مصر لما اروح اشتري اشياء الصوابين وحق الغسيل للمواعين يعني اشياء تجي واحدة تقولي شو فيه هذا احسن السايب افضل من الافضل منك تاخدي علب اخدي اذا انا استخدم ده النوع ده يطلع رغاوي هذا ينظف اكتر فاني الى الان كل واحدة تجي تقولي ااخد واقرب طبعا واحدة شكرت لي في هذا احق المواعين اللي غسل السامان يعني الصحون زي فيري وكده قال لي اخدي السايب بريحة الليمون هذا بريحة مش الليمون بريحة التفاح فعلا نوعه كان الصراحة كان ممتاز نوعه كتير حلو لما رحت اشتري مرة تانية ما كانش متوفر وكمان يعني شكروا لي على الصوابين بصراحة يعطوهم العافية يعني بعض النساء تساعد بعض اني دايما اقولوهم يعطنكم العافية والله على اي حاجة سعدتوني فيها ودليتوني عليها انتم كمان دليتوني علي اشياء كتيره مني الايس كريم فرايدي لقلتولي هودا قربي ايس كريم فرايدي صراحة طعمه لديد قربت كل النكهات يعني اكثر النكهات او اكثر الفليفر او اكثر اللي دقته كله صراحة لديد كل واحد احلى من الثاني فرايدي او عم قمعة زي ما يسمونه عم قمعة كتير حلو وهنا اقول لكم هذا الكيك عملته بالحليب اللي طلعته من الزبدة ايش الطعم الطعم فوق الخيال الطرابة فوق الخيال هذا هو الفيديو اذا عقبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قراصة الاشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم